يعني كتوصيف ابتدائي أنا أرى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث التظاهرات التي جرت في مستهل شهر تشرين الأول الجاري أنها وقفت على شاطئ هذه القضية الحساسة والمعقدة وتهيبت وتحاشت السباحة والخوض في العمق وذلك هو الأهم ولذلك جاءت النتائج مخيبة للآمال كما وصفتموها وأيضا هي أقرب إلى التوثيق منها إلى التحقيق وذلك وضحت في التقرير في اعتقادي أن هناك ثلاثة أمور مهمة تحققت في هذا التقرير وهي حققت رغبة من شكل هذه اللجنة وجاءت النتائج بمستوى ما أراده يعني المستوى السياسي المقصود هنا أنه هو حدد المتهم والضحية والبريء من هو المتهم؟ المتهم هو الأجهزة الأمنية والعسكرية المكلفة بالتعامل مع هذا الملف من هو الضحية؟ الضحية هم المتظاهرون من هو البريء؟ حسب توصيف التقرير البريء هي الجهات العليا أو المقصود هنا المستوى السياسي المشرف على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي شاركت في التعامل مع موضوع التظاهرات في الأيام الأولى من هذا الشهر في اعتقادي يعني هذا يعني هذه النتائج يعني تتحضها أسئلة أخرى مثلا يعني هو يقول أنه الأجهزة الأمنية حسب توصيف رئيس الوزراء قبل التقرير قال أن الأجهزة الأمنية خالفت ما وصفه بين قوسين قواعد الاشتباك يعني لا توجد هناك أوامر بإطلاق النار ولكن هذا الموضوع هو ليس موقف لساعة أو ليوم واحد استمر القتل والقنص وإطلاق الرصاص الحي لعدة أيام فأين كانت يعني الجهات العليا أو أين كان السيد القائد العام ورئيس الوزراء لنفترض أين كان المسؤولين في الجهات العام كانت أまز ترجمة نانسي قنقر